حتى الثمانية اخر ساعة ثانية كيلة عادة بش نبديو باول كادو معانا لليوم كادو مزيين مكياش سواء غي من هدي هالا كدورة ميكا باند هيري تقاو في جرنباليا عثين وسبعين تثمية ثمانية وعشين خمسة مية تشاركو معانا في الجوم تاعنا ميديوغرافي كل مرة نحكيو على البلاد على دولة نعتيو دي زنديست تحاولو طلعوهم مرة زي موش انتو مكهو بش طلعو بش طلعو بش تميزيو على واحد مجمع يا سليم يا امين يعاونكم بش ط يا سليم سواء سليم سواء امين سواء 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 تبو يعاونكم هكيكا تنجم تربحوا معانا لكادو مطعنا لليوم كلمونا على ثين وسبعين تثمية ثمانية وعشرين خمسة مية سينو كيل عادة بش نبديو بس ساعة هذية مع سليم سانهيجي في سليم سالابيم وسليم سالابيم مر هذية اوماج للفنان الكبير اللي فرقنا اليوم جميل راتب توتسويت سليم سالابيم ما اليوم الساحة العربية والساحة العالمية خلينا نقوله فقد الفنان عنده مكانة كبيرة عنده مكانة كبيرة حتى في تونس الفنان هو ممثل المعروف العالمي خلينا نقوله هو جميل راتب جميل راتب ممثلين المحترمين والمهمين في العالم العربي اللي يعطاه بصمة مغايرة في التمثيل وخاصة في الممثل المصري جميل راتب تولد عام 1926 بالضبط في ثمونتا شؤوت من أم مصرية طبعا في القاهرة بدأ حياته الفنية عام 1946 في السينما ثم مشاه للمسرح عمل برشا مسرح ومن بعد عودة رجع في منتصف السبعينات وقدم حوالي 67 فيلم الباهي كونه مشاه من الممثلين اللي مشاهوا وقراهوا في فرنسا ماكملش لكن عاش في فرنسا برشا ماكملش غرايته اللي ذروف عائلية والممثل خلينا نقوله الوحيد اللي يتقن اللغة الفرنسية الممثل المصري في الجيل متاعه اللي يتقن اللغة الفرنسية ومثل كذلك باللغة الفرنسية ما ننساوش مثل من أهم الأفلام متاعه رونانس العرب مثل وغيرها كذلك في بداية العبليات بدأ يخذ في الجوائز أولا نخطي جائز تمثيل كممثل أول في مستوى المدارس المصرية ما تبدأ من درجات المعاهد والمدارس المصرية المصرية والأجنبية في مصر وبعد وقت يتنقل حتى الفرنسا قام بأعمال مصرحية مع الممثلة الفرنسية حال احترافي مشاه يقرأ ومشاه يكون في روحه في باريس وعمل حتى فيلم غاديكا وشارك برشة أفلام عربية فرنسية نحن في تونس جاب حذانا كانت عنده تجربة مهمة جدا في فيلم شيشخان للمحمود بن محمود وفاضل الجعايبي وهي تجربة مهمة جدا هو أبيده يحكي عليها بالإحساس متاعه يعني خلينا نقوله أنا جميل راتب في مصر كما نقول رأوا بن عمر في تونس فما فيانا وفما ريشها وثخامة متاع البلاد متاع المكان والفضاء متاعه وهذاك في تكريم جميل راتب بتكرم برشة مرات لكن آخر تكريم هو اللي صار في السناء وهو تكريم من منظمة الأمم المتحدة للفنون عام 2018 خلال احتفالها بالسنوي بعيد الأب زاد كم أعمال صار تكريمه في مهرجان مسرح التجريبي في القهرة دورة 23 2016 زاد كرموه في الدورة الفيتة مهرجان قرطاج قيام قرطاج المسرحية جاب تكريم عمل إخذاء تكريم متاعه وكرمته نقابة المهن فنون التمثيلية في مجمل أعماله 2015 كذلك مهرجان الأقصر في الافتتاح متاعه في الدورة الأولى في الدورة السابعة 2017 تم تكريمه وتكريمه كذلك في مهرجان مهرجان مصرح مهرجان القاهرة السينمائي 2005 من أفلام بتاعه كان مش نحسبوها من 52 نمشيه حتى 2004 أو 2012 أو 2008 سمحني فما برشا كان نحكيه نحكيه على البدايات حبيتنا نقول هو تكريم البدايات من أهم الأفلام 50 ليلة القدر 56 ترابيز مع بريت لانكورس ومع توني كريست عام 58 أنا الشرق عام 62 لرانس درابيز اللي هذا خذاء معتها بهو خذاء عالمية أكثر عام 67 عام 67 فما فيلم تونسي قال بحلق الويد مثل فيه هذا عام 75 الكذاب مع كمال الشيخ عام 76 سنة أولى حب عام 77 كفاني حب عام 80 ما عدتها قاعدنا خلينا نقوله مش السفيل كله متاعه لكن أهم الأشياء أهم الأشياء اللي أخدمها ما ننساوج اللي يخدم برشا مسرح من المثلين اللي كذلك أخرج مسرحيات أخرج مسرحيات مهمة أخرج مسرحيات خلينا نقوله ما تلقى تحظها في الوقت هذيك عائلة عائلة ونيس عام 95 اليهودي تأه عام 97 وقالت وقالت زيارة السيدة العجوز في المسرحيات هذوما قام بالإخراج وأخذ جوائز مهمة وجوائز يعني في المسرح مش سهل ممثل كما في حجم جاميرات يلقى وقت بش يعمل المسرح يلقى وقت بش يفضي روحه سنتين خلال المسرح ما تدومش كما الأفلام يعني جمعتين خمسة جمعات شهرة وماج لكن هذيها عيشت اللي هو عنده القوة وعنده المحبة بتاع التياترو اللي فجأة يوقف على الأعمال كل ويرجع للأصل يرجع للمسرح ونعرفوه مرة حتى في تونس يقول أنا كي نحس روحي فرغت كي نحس روحي نحب نجدد نعمل بوز ونمشي نعمل مصرح نعمل مصرحية مصرحية وخاصة هو أعمال إخراج كذلك مثل ما نحكيوش على الأعمال التلفزيونية اللي اللي فاقت يمكن أكثر من مئة عمل تلفزيوني نعمل مئة عمل تلفزيوني في مسلسل في مسلسلات مع مخرجين مهمين مع عزة علالي في بطولة كلهم محسوب هو هو بطل في البطولة دائما في البطل وحتى في بدايات وحتى قبل كانوا البطل والبطل الثاني حتى في أفلام خدم برشة أفلام منطع ظهور شرفي لكن في الحقيقة هو ظهور 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 في ثوب البطل أنا من معتها في 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 ساعة السعيدة كما اليوم ما نجموش ما نذكروش جامي الراتب أكيد ما نجموش ما نحيوش فنانين عرب نقوله مش حدة توانسة لكن أعطاه بصمة للفن العربي وعطاه كذلك أعطاه مهجة وعطاه محبة للشيشة الصغيرة والسينما لا وكذلك أعطاه أعطاه حاجات بذرقة مهمة حتى في خارج الحدود يعني في أوروبا للممثل وطينة الممثل واحترافية الممثل العربي أنا نحب نضيف حاجة تفرجت قبل ما يتوفى ما تقبل اليوم صدفة في غبورتاج عليه في مصر قال لك عائلته كانت من أغنى أغنية مصر ويلده حرموا من التمثيل حرموه من الميراث الكل ومع هذلك قبل التمثيل كان عيب قال له يحبوا يطلع عن الذكر قال له يحبوا يطلع مهندس هو يحب التمثيل مشاهل المسرح ومشاهل فرقة الفنون دع مصر أو المكانة سليم وحتحرم الميراث وكمل والحاجة اللي ممكن زادها معروف بيه جميل الراتب سليم حبه التونس معروف برشا بحبه في برشا في شيشخاني غولي وش اسمه الآخر سيف حلق الويد سيف حلق الويد وتكرم دير نيرمون وكرمه الرئيس دورا يقبل هذي حتى في تكريم رئيس الجمهورية في تكريم الفن تم تكريمه تم تكريمه في اخسار القعطاش وهو حياته معمولة بخلزة شوية حتى مرته مرته جنبية فرنسية هو ساحيت ملول الخذية فرنسية خنية ياسر وقتها رجعت له الثروة ومن بعض عرس برشا في عمر الشريف نحسهم نفس نفس حتى العيشة زوزة عاشوا العيشة العاشوا أيما أكثر جذور الجاميرات يرجع أكثر يعني ذكرت كما كما رأو بنعمر يرجع ديما للأصل يرجع ديما برجواء مني هو لأيجيبسيين برجواء صحيح لأيجيبسيين برجواء صحيح هذا يرسل تجور أيجيبسيين برجواء حتى برجواء هاي ولا نوع آخر أما يقعد دائما في متربي معها مع تهوره في الأعمال المتاعه تجارب الإخراج المسرحي يعمل مسرحيات مع سعد الدين وهبره ومسرح يدي زيارة أذيك السادة العجوز معتها وكان وكان يشارك حتى في الإنتاج مع محمد صبحي معتها كان مغامر ما كانش ما كانش وجه يخدم بيه وخلصني ونيمشي له كان يخدم يلمل فلوس ويعمل ومرته اللي كانت معتها اللي متزوجها الفرنسية هي بيدها عاشوا في طرح هي ممثلة ومنجف في نفس الوقت ممتل معتها بعض الإنتاج وخدمة برشا وعندها عندها فضل حتى هو زاد التعليم الفرنسي والحياة بباريس أعطاته أعطاته شارم آخر حتى في أفلامه حتى في يعني تحس على شخص لك في جيل متاعه تحس فم تربي أخرى حتى الأخرين تربي أكثر أمريكان تربي المدرسة الأمريكانية المدرسة المدرسة في هنسية في سكندرية وفينو وكذا حبو الله يرحمه الله يرحمه وكانت هذه سليم سالبيم من اليوم سليم سالبيم بعد سليم سالبيم يكيما العادة عندكم مقاية كورة مرة ذية فلاشباك سبوغ بش نرجعوا بالكيل عادة بالوقت التالي الأهم الأحداث الرياضية اللي صارت فيه بش نرجعنا مرة تاهمية اليوم بش نعودو نحكيو مباراة تاريخية في الشامبينز ليج شنحكيو فمش واحد ما يذكرش مباراة مانشستر يونايتد باير المنيخ فينال تسعة وتسعين في دقيقة اللقب كان في ألمانيا ولا في مانشستر بعد شوية نحكيو عليه ونحن تزامنا مع الجولة الأولى من دور المجموعات بعد شوية نعطيكم زاد النتائج الوقت في الشامبينز ليج وبرنامج لوم الثمانية باشا شوسبان سوئيخ في فلاشباك سبور سينو آخر الساعة هذه ميديوغرافية تربحكم في ميكياش سواغي ونهدي هاي لك دورا ميكا باندهير كالمون عا 20 و سبعين تثمية و ثمانية و عشين خمسمية ما معاتش برشا وقت عندوك البلد سهلة وان بلوس اختارو يسليم يا أمين يعاونكم مع الإيجابة توت سويت تلبي بو الموزيكة راجعين عليكم بانشي مرانا